من أجمل صفات البني أدمين السخاء في العطاء السخاء إنك تعطي كتير بنفس طيبة لأن الحياة دي فيها أشياء وفيها بشر لما البشر يبقوا أغنى وأغلى على قلبك من الأشياء بتسترخص أي حاجة عشان الغالي فتقول الغالي يرخص للأغلى منه لكن لما بيكون الإنسان بخيل بتبقى الأشياء عنده أهم من البشر من الأشخاص عشان كده ما بيحبش يدي أشياءه لحد ما تديش الغالي للرخيص فأنت لما تشوف بني أدم ما عندوش حاجة غالية عليك حتى لو تعب في تحصلها واقتنائها تشعر بيئمتك وتشعر قد إن فيه بشر مستغنيين بربنا فتحبهم وإن الدنيا عندهم على الحقيقة فيها زهد وبالمناسبة الزهد أن تملك ولا تملك يبقى عندك القدرة إنك تتملك الأشياء مش الأشياء تملكك فأنا لو بتملك حاجة من قراري في الملك إن أعرف طلعها عكس لو الحاجة دي بتتملكني أنا مليش قرار معاه فكأني الحاجة دي أنا صرت خادم لها خادم لمقتنياتي مش مقتنيات اللي بتخدمني أنا وحبيبي الصحابة شافوا كرم ما شافوهوش قبل كده من حد في الدنيا شافوه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام درجة أنهما لما كانوا يوصفوا النبي يوصفوه بأوصاف محتاجة تفسير يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة الريح المرسلة دي أولا الهوى الجميل ما بيفرقش ما بين حد يستحق وحد ما يستحقش الكل بتجيله نسمة الهوى الريح المرسلة ممكن يجي معاها مطر يطلع الزرع اللي إحنا بقالنا فترة والدنيا صحرة وما فيش مطر بفضل هذه الرياح بشرا بين يدي رحمته فكانوا يشبهه النبي بالخير اللي الأكوان بتبعته شافوا الكلام ده آه شافوه شافوه لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده غنائم بتاعته غنم بين جبلين ويجي واحد يبص عليها كده بانبهار ايه الثروة الرهيبة دي زي ما انت تبص على حاجة ما تحلمش تقتنيها عربية غالية بيت رهيب عمرك ما تفكر تعرف تدفع نص ثمنه فالنبي قال له أتعجبك قال نعم الحوار أخد سنيتين أتعجبك قال نعم قال هي لك عقد بيع ما خدش في النيجوشيشن في النقاش خدش ثانية حلوة آه بتاعتك أتعجبك بالمناسبة ميلي بيعمل كده ربنا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة ربنا بيقول لهم ما رأيتم في الجنة فأعجبكم فهو لكم حلوة بتاعتك العربية البيت تفضل 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 مدام عجبك فالراج اللي رجع قال يا قومي أسلموا جئتكم من عند خير الناس إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا والعلماء يتفننوا في التفسير فواحد يقول ده ما بيخافش لأن ربنا معاه وواحد تاني يقول النبي متخلق بأخلاق الله هو مين اللي ما بيخافش من الفقر الله فالمؤمن لما يبقى واخد من خير ربنا يبقى عارف إن خزنة ربنا معاه لأن ربنا معاه فأنا هعرف تفتح المصورة من قدام تتفتح لك المصورة من وراء لأنك أنت إذا أعطيت الله يعطيك هو اللي وعد وما أنفقته من شيء فهو يخلفه فثقه في عطاء الله وكرم وحب للناس وحب شفوه في عين النبي إنه شوفك غني كده ومستريح فاخد اللي أنت عايزه سيدة ربيع يحكي لنا الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية الربيع بنت معوذ بن عفراء بعتت لسيدنا محمد طبق من قفاء ورطب شوية قتة وشوية بلح فرده إلي مملوءا بالذهب وفي الرواية فأعطاني كفا مملوءا بالذهب يعني الطبق راح للجرنة في محشي رجع في ذهب ده مستوى رد النبي للعطاء يحكي لنا أنس بن مالك إن سيدنا النبي جاله طبق كبير كده في بلح فيعطي قبض الأنس يقول له وديه لزوجاتي وقبض الأنس كل يا أنس وبعدين يكلوا والنواجا جنبهم كده ودي ده بيتي وكل يا أنس فمرت داجنة زي ما تكون فرخة أو كطير كده فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت مش احنا بناكله بنجبع يا الله كله معنا فضلي كأنه شايف الأكوان كلها وتوزعته على كل الموجود اللي يقدر خير النبي يوصله هيوصله من إنسان أو غير إنسان وبعدين القصة الرهيبة إن ست نسجت للنبي شاملة بأيديها شاملة يعني عباية الصحراء حر قوي في الصيف وبرد قوي في الشتم فأرسلتها لرسول الله فأخذها النبي محتاجا لها فلبسها عارف لما اديك لقمة أم وكلها أنت كنت جعان فالنبي خدها وأملبسها على طول كأنه كان محتاجها فواحد من الصحابة كده بص كده قال له يا رسول الله ما أجمل هذه الشاملة أكسنيها يا رسول الله ممكنها تديها لي قال نعم فيش أي حاجة حاطر وخلعها وادديها له فلما قام النبي الصحابة لموه وانت ما انت عارف ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء انقطه فقال لا ليه بتعمل كده قال والله رجوت بركتها وأنت كون كفني في قبر وفعلا عاش لابسها ما بيعاش ووصل نهو الدفن طيب هي الكفن بتاعه مدام لمسة جسد النبي عليه الصلاة والسلام بس خدت بالك من النبي خدها محتاجها وواحد قال له حلوة قال له تفضل ولا أي حاجة خالص فهما شافوا المستوى ده من العطاء والكرم فأحبوه اشتركوا في القناة